في سياقنا متصل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتيريش أنه سيحيل بشكل عاجل رأي الاستشارية الصادرة من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة وقال جوتيريش في بها أن الأمر مطروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدم في هذا الشأن مجددا التأكيد على ضرورة أن تعيد الأطراف لانخراط في المسار السياسي الذي تأخر كثيرا نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية كما أكد جوتيريش أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق مجددا دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين ترجمة نانسي قنقر